نتحول إلى القدس مع أحمد دراوشي حيث مؤتمر صحفي لبنيمين نتنياهو يفترض أن يتطرق فيه إلى صفقة تبادل الأسرة والرد المتوقع على رد حركة حماس بالفعل يحيى بدأت كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو على ما دأب خلال الفترة الماضية يستعرض الآن رسائل من عائلات جنود إسرائيليين قتلوا في قطاع غزة ويقول الآن أن الجنود الإسرائيليين بمقتلهم أمروا إسرائيل بالانتصار وأن دمهم لم يذهب هدى ويقول نتنياهو جئت لأقول الليلة أمرا واحدة نحن في طريقنا للانتصار المطلق والانتصار على المدى المنظور لن يستغرق السنوان إنما سيستغرق أسابيع ويتحدث عن معجزات أو أمور باهرة يحققها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وينتقل بمنهجية من مكان إلى آخر من أجل تحقيق الأهداف الثلاثة وهي القضاء على حركة حماس واستعادة المختطفين وضمان أن لا يشكل قطاع غزة تهديدا على إسرائيل يأتي رد نتنياهو بخلافة التقديرات الإسرائيلية التي تحذر من تورط قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يتحدث الآن عن أن النصر يمكن تحقيقه خلال الفترة المقبلة ويقول أنه لا يمكن الانسحاب من قطاع دون تحقيق الانجازات ويهاجم الآن بن يمين نتنياهو مسؤولين سابقين في الجيش الإسرائيلي كانوا يحذرين من أن جيش الاحتلال لن ينتصر في قطاع غزة ويقول أنه سيتضح أنهم كانوا مخطئين ويتحدث عن تحذيرات وصلت لإسرائيل قبل الاجتياح البري من أن تحذيرات دولية من أن الاجتياح لن ينجح في تحقيق أهدافه في قطاع غزة ويتحدث عن أنه الآن يحقق أهدافه حتى الآن لم يتطرق بشكل مباشر للسبب الرئيس الذي قيل لهذا المؤتمر الصحفي وهو رد حركة حماس على المقترح الذي تم التوصل إليه في فرنسا حول صفقة تبادل أسرة رغم الأجواء السلبية التي تسوقها إسرائيل في الساعات الأخيرة خصوصا من وزير الأمن الإسرائيلي يواث جالانت الذي أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال الساعات الماضية أن رد حركة حماس صيغة بطريقة ليرفض لكي ترفضه إسرائيل بتعبير وزير الأمن يواث جالانت والذي قال أن إسرائيل ستصل قريبا إلى مواقع لم تصل إليها سابقا في قطاع غزة وهذا فسر في الإعلام الإسرائيلي على اعتبار أنه إشارة إلى عملية محتملة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة رفح الآن يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين ناتنياهو عن ما يسميها إنجازات حققها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية في قطاع غزة يتحدث بالأساس عن الآن ناتنياهو يقول أنه وجه الجيش الإسرائيلي للاستعداد للعمل أيضا في رفح عندما يحين الوقت لذلك وسيسمح للمدنيين بالخروج من مواقع القتال للخروج بأمان وفق القانون الدولي إذن يتحدث من يمين ناتنياهو قد يكون هذا الإعلان الأبرز عن أنه أوعز للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لمعركة في رفح لكنه وهنا مهم الإشارة لم يتحدث عن أن ذلك وشيق قال عندما يحين الوقت وقال أن إسرائيل ستفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين من تلك المنطقة من مناطق القتال إلى مناطق أخرى هذا لم يحدث بعد وهذه إشارة إلى أن الاجتياح أو العملية المحتملة لمنطقة رفح ليست وشيقة رغم ما أعلنه ناتنياهو بطبيعة الحال عن ذلك الأمر يتحدث الآن عن لقائه بوزير الخارجية الأمريكي ويقول أنه أبلغ بلينكين أن إسرائيل على مسافة قليلة جدا من تحقيق الانتصار الكامل في قطاع غزة